مجلس النواب بشأن التأمين ضد التعطل وقرر الموافقة على المشروع بقانون وإحالته إلى مجلس الشورى كما وفق المجلس على مشروع قانون بتعديل المادة 327 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وإحالته إلى مجلس الشورى وعلى مشروع قانون بشأن الميزانية العامة هذا وقرر المجلس الموافقة على عدد من الاقتراحات برغبة والمقدمة بصفة الاستعجال وإحالته إلى الحكومة وهي بشأن منح أقارب ذوي الإعاقة من الدرجة الأولى إجازة اضطرارية لمراعاتهم نتيجة توقف الدراسة بالمراكز التأهيلية ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا أو منحهم فرصة العمل عن بعد وتعويض أولياء أمور المعاقين من الرسوم المقررة للمراكز التأهيلية الخاصة لتوقف الدراسة وإعفاء مستأجرية المحلات التجارية المملوكة للدولة من الإيجار الشهري لمدة ثلاثة أشهر ووقف استقطاع أقصاط قروض استبدال المعاشات وقروض الإسكان للمتقاعدين من المواطنين دون أرباح لمدة ستة أشهر وتجيل جميع أقصاط القروض الحكومية إلى جميع القطاعات والهيئات والشركات الحكومية ترجمة نانسي قنقر